صلنا مشاهدين على آخر فقرة بحلقتنا لليوم ومنصدف فيها بطل كمال الأجسام ومشهور مواقع التواصل الاجتماعي طاها أسعد مرحبا طاها كيفك؟ مرحبا أهلا وسهلا فيك ليه جايبه لزورو أولا؟ زورو له حلقة خاصة بدنا منعوه حلقة خاصة زورو طبعا كيف بدأت صور معه اليوم؟ ناكس تاين مرة الجاي بجيب زورو بس بطلع أنت معه أنا خطأ لحالي أكيد أنا وزورو نعمله حلقة سبيشال طاها أنت حاليا من نجاح لنجاح وبطلات ريادية منفتخر فيها طبعا أدي سعيد بهذه الإنجازات؟ وإنت ابن بيئة يمكن متواضعة بعيدة عن المدينة قدرت تعمل هل قد إنجازات؟ أول شي نشكر الله هذا بفضل الله طبعا كل هذه الإنجازات عملناها إنجازات منا قليلة أهم الشغلة عند الإنسان روح رياضية علمنا مننا كتير تقدمنا تطورنا سفرنا لبرة أخدنا مراكز كتير مهمة بطلات عالمية بطلات محلية بلبنان وبرات لبنان فالحمد الله كتير خرق الله وصلنا لمرحلة كتير حلوة بهذه اللعبة وإسمنا معروف برأيك بطلة كمال الأجسام أخذ حقها بلبنان يعني في منافسة؟ صراحة في منافسة وفي لعبين كتير بس مش أخذ حقها لا مش أخذ حقها في كتير تقصير مع اللعبة لأنه بغير بغير ألعاب إذا بدك بتلاقي في عالم مسؤولي اتحاد مسؤول إنه ياخد اللعبة يدفع عنهم يساعدهم فنحن لا أنا من أول ما بلشت من 2016 للـ 2023 بطولات ألف ليرة ما حد يدفع عني هي بطولات مدفوعة بالعادة؟ هي بطولات مدفوعة بغير بلدان مش عنا بغير بلدان بياخدك حدان بعملك سبونسر تحترمي تقدري وطبعا فيك تكملي أنا لهالسبب هلأ خلص بلشت خلص عملت اللي عملته بلشت أكثر على غير أسس هلأ خلص جسمي مرتب وحلو بلشت خفف لأنه صراحة كتير فيها حط مصاري كتير أكيد خسارة نوية ما لحد يربح منه أداة مكلفة هذه النوعية من البطولة أنا آخر بطولة حدرت علي أكلفت خمس تلاف خمس تلاف دولار البطولة أنت دفعتهم ديورينج بتشهر عم نحكي لا أنا دفعتهم دفعتهم من ملك الخاصة دفعتهم صح طيب شا عندك إنجازات جديدة في بطولات جديدة ولا خلص وقفت بخصوص البطولات لما في بطولات هو شي صحي قبل ما يكون بطولات صحيح فهيدا لايف ستايل وهيدا عادي ما فينا نوقفها نرتاح فيها فبإذن الله عم بشتغل فبس شوفي عنا بطولات بعد ما إني عارف يعني بعدنا بأول السنة البطولات دايما بتكون بآخر السنة فما في عندي بعد قرار ننشوف بتوفيق أكيد دعاك الحال طهر رح ننتقل لموضوع تيك توك هو سيف دوحدين برأيك أنت قدرت تستفيد منه وفي ناس يمكن ما قدرت تستفيد منه أو أخفقت بمحلات فينا نقول شو بتعلق على هذا الموضوع إن كان تيك توك ولا غير تيك توك اليوم السوشيال ميديا ترند بس فينا نقول إلي شفنا على تيك توك ما شفناه بغير وسائل صح مضبوط بس نحكي بالإجمال إنه الإنسان اليوم هو بيقرر يابيكون ناجح يابيكون نظيف يابيكون مرتع يابيكون محترم يابيكون مش محترم فكل إنسان بيقرر هيدا الشيء عن حال وأنا طبعا استفدت استفدت محبة العالم استفدت ماديا بطريقة محترمة ما بتلاقي أحد اللي عم يحكي عليه حدوح أشق المادة ناطريتك بكم سؤال إنت بتخاف أنه يعني بتحرص على أنه فيديوهاتك تكون مقلة علاقة بحياتك الخاصة بتخاف هيدا الشيء يخذلك من حياتك الخاصة أنا حياتي الخاصة على السوشيال ميديا أنا طبيعي بنزل حياتي الخاصة بس طبعا أنه في أسس ما بنزلها يعني أنا شو بعمل شو بأكل شو بتمر شو بلبس كل شي العالم بتشوف بس بعلاقاتك العاطفية أنت ما بتنشر صح ما بنشر يعني بتخاف وهيدا أكبر غلط ما بخاف بس هذا المنطق بقول هيك يعني مثل ما هم نشوف هلا على السوشيال ميديا المنطق لا بقول على السوشيال ميديا المنطق بقول أنه نشوف العلاقات عم نجيب من ورا العلاقات وآخر خبرتنا أن أنت العلاقة الصبيل أنت معها بعلاقة ما بتحببين بوجه لأنه حدا معروف حدا معروف بس ما تبينها معايا ما بعمل الدراما أنا وياها حياتنا هي موجودة على السوشال ميديا وشغلة على السوشال ميديا مش غلط بس ليش بيطلع معايا وأعمل الدراما أنا والعالم تنطرني على شغلي اليوم العالم ما بتنطرك عن نجاحات نسبة العالم الكبيرة تنطرك بس تسقطي وهذا عم بصير على السوشال ميديا بس أنت نجاحك جاب لك فيوز أكيد 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 بس عم بحكي نسبة العالم الكبيرة تنطرك على غلطة يعني أنا بس إنجاح يمكن خمسين يقولولي برافو بس بس أسقط مليار رح يقولولي أنت سقطت فكمان الواحد بيكون كتير زكي على السوشال ميديا طيب لكل الناس اللي بتحبك على تيكتوك هم يتلك فولو ما قلت إلا اليوم حق يعرفوا مين حبيب طه أسعد لأنه بس يكون الوقت مناسب طبعا الوقت مناسب أنا من العالم اللي ما بيأخذوا خطوة ويكون فيها إنه يالي صار مع دكتور فودو وصوشتو شروق خلاك تفكر ترجعوا مرتين بالحضور لا لا أنا موضوعا ما بحطوا ما أنه أصلا مقارنة بموضوعي أنا نهائيا يعني هني غير شي هني بلشوا بمشاكل وفاتوا يعني فوتوا كل حياتهم بالسوشال ميديا وهيدا أنا بالنسبة علي كتير غلط كتير غلط بالنهاية شو ما كان موضوعهم بسميه غلط ببعت الإشكال مبارح يلي صار شو رأيك بهيك تصرف عندك معلومات عندك كان صداقة أنت بالطرف التالي اللي هو كتركسه أنا كلهم كان عندي صداقة فيهم هو ومرته أنا كنت لأ عرسه رحت على عرسه كمان لكن إذا بتسأليني لا قالي هل العالم عم تقول ترند وبروباكاندا أنا بالنسبة لقالي لا ما شفت هيدا شي صار حقيقي رأيك هيدا شي حقيقي بصير ما حيال لتنان يعني إذا حدا الشربان الشربان بطل شو بدي عمل مثل ما شفنا سمعنا أنه شرباني كانت وصارت القصة يعني بتبرر يلي صار بتبرر أنه في حدا يمكن شرب ما كان بكامل وعيه صح صح وعمل هالقصة بتبرر بتعتبره أمر طبيعي لا منه طبيعي أكيد منه طبيعي السوشال ميديا الغلط منه قبل ما يكون منه هي غلط بس الغلط منه كتركسة وصلت معك خبرتك شيش ما رحكي معها من زمان كتير كمان ما بحكي معهم كلهم ما بحكي معهم ليه بعيد عن فينا نقول هيك نوعية من أشخاص رغم أنه أنت كتير أكتب على تيكتوك إذا بدك رحب بك اختصار يعني أنا أول طلعت تيكتوك هيك أنت أصحاب مع الكل بعدين بس تبلشت الأمور تبين وطعا في الإنسان ما بين دي غري فكل إنسان هو بيقرر شو طريقه أنا هيك رح الطريق يعني الكل يعني بش بس هن احترامي لقلهم ولا غيرهم أنا شقة تاني لأنه أنا اليوم لما تسألي عن طاها بيقولك بطل عالمي صحيح عنده إنجزات وبطولات من 2012-2013-14-15-16 احترامي للكل برجع بقول فلما تشوفي شخص عم يعمل حيالة شي لا يبين وحيالة شي تافه ما بينسبني يكون موجود حده يعني أنت عندك حدود بموضوع إظهار بعض المواضيع لمواقع التواصل أكيد أكيد عندي حدود أنا ما بعمل دراما ولا بقعد بك العالم ولا بقعد بخلي العالم تستغلني أو ما بعمل شو هي حدود؟ أو من هن الأشخاص اللي بتحس أن أنت لازم يكون في حدود؟ عرفنا هلأ مثل داكتر فود، زوجته، كاتركسة، أنت حتى تحد بينك بالعلاقة مش خصوصي هني أنا بالإجمال كل العالم اللي كنا نحن الأصحاب أول ما بلش تيكتوك بالألفين وتسعة عشر أنا أعطي أتعليقتي فيهم كل من راح بطريقه إنت أخدت القرار؟ أنا أخدت القرار إيه لأنه إنت لما تشوف حالك إنت منيك بناسبة بهيدا المحل بديك تضطرت بعضي بكل بساطة فشفت حالي أنا مني مناسب خصوصي بعد الأسط صارت تحكي وفيه شغلة كتير مهمة العالم اللي حكيت كلها بوقتها كلها هلأ صارت على تيكتوك العالم اللي كلها كانت تضحك على تيكتوك صاروا كلهم هلأ على تيكتوك وعم يتضحكوا عليهم طبعا أنت أول من حكيت عن تبيض الأموال على معبر تيكتوك أنا ما حكيت عن تبيض الأموال ما حكيت عن تبيض الأموال أنا شو حكيت أنا حكيت عن الأسس اللي عم بتصير الأحكام والعالم اللي عم تعمل الأسس صارت مقرفة زيادة عن الزوم كل شي زاد عن حده بالمعنى نقص كل شي زاد بالمعنى نقص فهذا اللي حكيت عنه العالم ما بقى عندها كرامة العالم ما بقى عندها أنه تحترم حالة الظلمة عنده شوارب نسئ أنه عنده شوارب لهذه الدرجة وصلنا وبس تحكيه بيقولك أنت غيران أنا وقتك كنت عم بعمل المصاري كنت عم تفرجوا علي وكلكم تعلمتوا مني وأنا من غيران بس أنا ما عملت مثلكم يعني أنا عملت أساس يمكن بسيطة كتير طيب أنت بمعنك فتحت حديث أنت عملت يمكن إنقام مادة من ناتكك بطريقة محترمة وأبعدت حالك يمكن عن أدى بعمل تيك توك أدى بتطلع بالشهر أدى مش أنا بطلع أدى بطلعه قصدك أدى أنت بتطلع أنا ما طلعت شي قدل عم تطلعه هلأ الله يرزو العالم كله شو يعني هلأ هلأ فرقت لأمور هلأ فرقت هلأ يعني بأيامنا نحن إذا بدك كان يكون في جولة رسمية مثل ما بيقولوا الجولة الرسمية يعني بالإحلاش لا ينزل ثلاثة مليون ثلاثة مليون يليه خمسة عشر ألف هلأ بالجولة العادية منزل خمسة عشر ألف جولة منا شي يعني إذا واحد هيك بس خمسة عشر ألف دولار بجولة من مبلغ كتير كبير هلأ بطل مبلغ كبير هلأ مبلغ عادة أنت هلأ عم تشوفي أنت بجولة مئة وستين ألف دولار مئتين ألف دولار هيك عم تكون لأرقم طيب أعلى ما تقول أنت طهت لقيته من تيك توك أو من لايف على تيك توك هي من جولة رسمية تقريبا كان بحدود 13 ألف 13 ألف كم لايف تفتح بالشهر كل يوم هلأ بفتح كل يوم بلال بس أنا بابا بلعب جولات نحن عم نحكي على أيام كورونا وقتا كنت أفتح وكان الكل يتفرج علي ما كان حدا يفتح كانوا كلهم يضلوا عندي بعدين تعلموا برأيك تيك توك رح يصير فيه يمكن مشاهد تيك توك هيصير فيه مثل المشاهد الإنستغرام يلي كانوا بفترة من الفترات هن الأتكال عليهم بالإعلانات والإنقام بعدين إجاء تيك توك شفنا فيه موجة من رأيك تيك توك مكمل معنا بعد خمس سنين وعشر سنوات لكن مكمل لأنه ناجح شركة تيك توك شو بهمة غير تعمل مصاري وعم تعمل مصاري ما أنه هممها إذا نزعت العالم نزعت سيط العالم هذا ما بهمة الشركة بدأت تعمل مصاري وعم تفوت مبالغ طيب هلأ من بعد كل ياللي صار كيف بتخلب رسالتك لشخص أو نصيحة لشخص حابب يعمل مصاري من تيك توك بطريقة محترمة نحن شفنا أنه فيه كثير طرق كل العالم فاتت على تيك توك أنت قلت في عالم حكيت على تيك توك ورجعت انضمت صح كيف يكون سبيسيال سبيسيال أول شغلة بدو كونتنت محتوى هاي أول شغلة ما نحن ما استهلكنا كل الكنتنت الموجود يعني أكل فيه كمال أجسامي يمكن مش موجود كثير بس فيه غنى فيه رأس فيه شو ما أقول إشي جديد مش ضروري إشي جديد إذا أنت كمان بتغني وصاتك حلو كمان فيك تفوت مش ضروري إشي جديد بس كل حد يخترع كونتنت هاي أهم مشغلة تججع العالم أكيد بس ما يقلت غيره بس ليك قصة أنه هنا عمل مصاري هلأ الجديد صعب صارت صعب إذا بدك نحطط النقط على الحروف صار معروف من يعمل مصاري وليش يعمل مصاري شكرا كتير على هذه الفقرة الحلوية إن شاء الله منلتقى بمعزورو المرة الجاي مشاهدينا وصلنا لختم حلقة ليلي من جديدها ترندينج ومنلتقى الأسبوع المقبل مع مواضيع جديدة على قناة جديدها عبر يوتيوب